في إطار حرص الدولة على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب المدرسية في مكان واحد شامل وجامع تتواصل فعليات معرض أهل المدارس لتقديم خدماته للمواطنين ويأتي تحت شعار افرح وفرح أولادك يتميز المعرض بجودة المنتجات وتنوعها وهو ما حاز على إعجاب جمهور الزائرين بكل فخر صنع في مصر شعار ملأ أرجاء معرض أهل المدارس بأرض المعارض بمدينة نصر معرض يجمع الأدوات المدرسية والملابس الخاصة بها بكافة أشكالها وبتخفيضات تصل إلى 30% احنا تقريبا هنا نبيع بسعر المصنع اللي هو بيطلع للتاجر فالفرق اللي بياخده التاجر الجملة واللي بياخده تاجر التجزئة بياخده الزبون احنا بنميز بالجودة والأسعار بنبيع بسعر المصنع عندنا الفرايتي كتير دبوس وكاشكول سلك وكاشكول تحضير ورسم كل التشكيل موجود عندنا بنشترك شعبة الأحزائي ومنتجات الجلدية في المعرض في نسخيته السادسة الحمد لله تقريبا احنا تخطينا حاجز 30 عارض بالنسبة للأحزائي ومنتجات الجلدية وتقريبا حوالي 25 عارض بالنسبة للشنط المدرسية المعرض يهدف بالأساس إلى التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية أعباء الأدوات المدرسية المادية بالإضافة لتوفير كافة المستلزمات في مكان واحد للتيسير على المواطنين ويفتح المعرض أبوابه من الساعة الحادية عشر صباحا إلى الساعة العاشرة مساء أسعار كويسة جدا برندات كويسة برضو يعني حاجة كويسة المعرض جميل وأكتر حاجة عجباني هي الشونط الشونط حلوة وحاجات الكواليتي بتاعتها حلوة وأسعار كويسة جدا متاحة لكل الأسر إن هي تقدر تشتري منها حاجة شدت الاندباء هنا إن في كيميات كتيرة جدا وأنواع كتيرة جدا والأسعار في تناول الجميع يعني وكيميات كتيرة جدا يعني صراحة كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد افتتح معرض أهل المدارس وأكد خلال الافتتاح على أهمية تنمية الصناعة المحلية وتسويقها وفتح مجالات أكبر للمنتجات المستوردة لتندمج في الأسواق المصرية ويستمر المعرض حتى التاسع من الشهر الجاري كريم بيبرس التلفزيون المصري